اشتركوا في القناة عبد العزيزة لسعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيزة لسعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وأصدق تمنياتهما لمملكة البحرين بدوام التقدم والرقي ورحب صاحب الجلالة بسمو وزير الخارجية السعودي وأبلغه بنقل تحياته لأخيه خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد وتمنيات جلالته الخالصة لخادم الحرمين بمفور الصحة والعافية وللشعب السعودي الشقيق بالمزيد من الرخاء والتطور بالإضافة إلى شكر وتقدير جلالته على ما أبدياه من مشاعر طيبة ونبيلة وتعازيهما ومواساتهما بشهداء الواجب السامي وأعرب جلالة الملك المعظم عن اعتزازه بما يجمع مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة من علاقات أخوية متجدرة اتسمت عبر محطاتها التاريخية بمتانتها وتطورها مؤكدا حرص المملكة على مواصلة تعزيز علاقات البلدين ورفضها بما يحقق التطلعات المشتركة ويسهم في فتح أفاق أرحب نحو مزيد من الخير والنماء للبلدين والشعبين الشقيقين كما نوها جلالته بالجهود المخلصة التي يبدلها مجلس التنسيق السعودي البحريني برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمداء الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية لتعزيز العلاقات الأخوية وتطوير التعاون الثنائي لكل ما من شأنه خدمة مصالح البلدين والشعبين الشقيقين كما أشاد جلالته بالدور الريادية الذي تطلع به المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين في خدمة القضايا الخليجية والعربية والإسلامية ومن جانبه أعرب سمو وزير الخارجية السعودي عن خالص شكره وتقديره لجلالة الملك المعظم على حسن الاستقبال وكرم الضيافة واعتزازه بجهود جلالته لتوطيد أواصر العلاقات الأخوية البحرينية السعودية هذا وحضر المقابلة سمو الشيخ عبد الله بن حمداء الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم والفريق الروكن سمو الشيخ ناصر بن حمداء الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي والعقيد الروكن سمو الشيخ خالد بن حمداء الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وسعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية ترجمة نانسي قنقر